شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول يرافقه عدد كبير من المسؤولين وشركاء التنمية الدوليين شهد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك بوسط القاهرة كأول منظومة مشاركة درجات عامة في مصر تنفارد بها المحافظة ويأتي المشروع تزامنا مع استعدادات مصر لاستضافة قيمة المناخ كاب 27 وحرص محافظة القاهرة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة وتضم المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك 250 دراجة موزعة على 26 محطة من إجمالية 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدمهم 45 محطة تعمل بطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة تشجيعاً لفكرة رقوب الدراجات كوسيلة مواصلات في العاصمة تم افتتاح مشروع كايرو بايك في ميدان التحرير كمرحلة أولى تدخل حيزة تنفيذ لتقليل الانتقال بالسيارات والحافلات العامة بالوقود مما يسهم في تقليل الانبعاثات والحد من الكثافات المرورية في القاهرة الهدف من المشروع أولاً تخفيف حدة الزخام في وسط القاهرة ودعم المواطنين على استخدام الدراجات في تنقلاتهم بدل المواصلات العامة في وسط البلد عشان خطر تقليل الكثافة المرورية في المنطقة وتقليل التلوث النتج عن العدم السيارات ونشر زقافة الدراجات بين المواطنين عشان كل الناس تتعود أنها تستخدم وسائل المواصلات صديقة للبيئة عقب الافتتاح أقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين المرحلة الأولى للمشروع والتأكيد على أهمية الترويج للحلول الصديقة للبيئة لمواجهة تداعيات الآثار السلبية للتغيرات المناخية خاصة في ظل توجه مصر نحو الحفاظ على البيئة فكرة منظومة مشاركة الدراجات تستهدف الشباب وجميع فئات المجتمع هي أن تكون المدينة بها شبكة كبيرة من نقاط تغافر بها دراجات لاستخدام العام وتدار تلك المنظومة بتطبيق على الموبايل أو بوسائل دفع أخرى مثل بضاقات مدفوعة مقدمة لتتناسب مع جميع الفئات وبأسهار مخفض هذا ما سوف يتم توفيره الآن في منطقة وسط البلد في المرحلة الأولى والتي تشمل 26 محطة بإجمال 250 دراجة المشروع يتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بنظام جي بي اس موزعين على 45 محطة محطة تعمل بطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات مراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المتر وخطوط النقل العام بتكلفة رمزية للمواطنين والطلبة والطالبات مشروع كايروبايك هو مشروع مكونات عبارة عن 500 عجلة وال500 عجلة دول الحقيقة هم ليهم 45 محطة زي المحطة اللي حدتك شايفها خلفية الكاميرا وبالتالي موجودين في محيط وسط البلد كله ومعانا الزمالك كمان هدف طبعا ان احنا نخفف الزحيم شوية فوسط البلد والعربيات والعادم بتاع السيارات ونشجع الناس انه هما تركب عجل لانه الفيز بتاعته يعني كدك تكون فري يعني للناس فبنشجعهم انه هما يركبوها فوسط البلد يمكن لسكان العاصمة وروادها استيجار الدراجات من مكان ما وترك الدراجة في مكان آخر وسيعمل هذا النظام على تشجيع استخدام وسائل النقل صديقة البيئة وغير الألية وكذلك تقليل الاعتماد على وسائل النقل ويكون بذلك نظاما صديقة للبيئة يحد من الاعتماد على السيارات احمد الحسيني التلفزيون المصري